اهلا بكم مع فيديو جديد واكتر برنامج مونتاج لو شعبية وسط الناس المبتدئين واليوتيوبر والناس اللي عايزة برنامج خفيف اهلا بكم في فيديو جديد وهنتعرف فيه على الاصدار الاخير من فيلمورا يلا بنا نبدأ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم معاكم مصطفى مكرم تعليقات كتيرة كانت بتوصلني ويعايزين شرح ليه فيلمورا والاصدار التاسع النهاردة احنا هنشرح الاصدار الاخير اللي هو 9.5 وحنتعرف على ايه المميزات اللي ضفوها وحنشرح برضو بشكل سريع للناس اللي اول مرة تشتغل على البرنامج بحيث ده يكون بدايتهم في التعامل مع مونتاج الفيديو ومتطلبات البرنامج علشان يشتغل على جهاز الكمبيوتر بيبدأ من اول الكور اي 5 الجيل السادس على رمات 4 جيجا وكلوت الجي تي اكس من اول 700 ويكون في الهارد ديسك بتاعك 10 جيجا فري علشان البرنامج يشتغل فهو من البرامج اللطيفة للناس اللي اجهزتها متوسطة او امكانياتها مش عالية يلا بنا نروح على الكمبيوتر ونشوف ازاي هنتعرف او نتعامل مع البرنامج يلا بنا نبدأ بنروح على الكمبيوتر بعد ما بتعمل سيطاب لبرنامج في المورة دي بتكون شكل الوجهة بتاعت البرنامج البرنامج من البرامج اللي لها شعبية كبيرة جدا في وسط اليوتيوبر والناس اللي حابه برنامج بسيط تشتغل عليه واجهت البرنامج فوق بلاي عندي مجموعة من المينيو للناس اللي بتشتغل لأول مرة عليه عندي فوق هنا الميديا وده الجزء اللي من خلاله بقدر ان انا اعمل امبورت للملفات عن طريق ان انا بضغط على الشكل ده وببدأ ان انا احدد المكان فين على الكمبيوتر بتاعت الفيديوهات او الصوتيات اللي انا هستخدمها او ان انا مثلا بروح على الملف نفسه وببدأ ان انا اسحب الملفات دي مثلا انا عندي ملفات صور ملفات فيديو ببدأ ان انا احددها ولياكم بالشكل ده وببدأ ان انا اخدها واسحبها جوه البرنامج على طول بيعمل ابلود للملفات دي جوه البرنامج عندي كمان هنا ملفات صوت ببدأ ان انا اسحبها برضو وحطها جوه البرنامج بعد ما بتدخل الفيديو جوه البرنامج عايز بقى ابدأ ان انا اشتغل عليه بتنزله هنا في الجزء الخاص بالتايم لاين طبعا دلوقتي مع الابديت الجديد بتقدر انك تعمل لحد ميتراك على التايم لاين فمثلا انا اي فيديو عجبك مثلا فيديو زي ده باخده وببدأ ان انا اسحبه بالشكل ده هنا بيقول لك انت تشتغل على ال 60 فريم ولا على ال 25 فريم انا هنا شغال ب 60 فريم فبختاره بالشكل ده على طول بيبدأ البرنامج ينزللي الفيديو اللي انا اخترته على التايم لاين وفي نفس الوقت بيبدأ يعمل رندر جوه البرنامج علشان يعرضلي الفيديو من غير تقطيع طبعا موضوع الرندر ده بيعتمد على سرعة جهازك كل ما جهازك كان اسرع كل ما العملية دي هتخلص في وقت اسرع بقدر ان انا انزل تراك فيديو هقدر ان انا اخد تراك اوديو وبنزله على تراك الاوديو طبعا تراك الفيديو بيبقى عليه علامة او شكل الفيديو وتراك الاوديو بيبقى عليه علامة او شكل الاوديو طب دلوقتي انا عندي هنا في صوت نازل مع الفيديو انا حابب اشيل الصوت ده ببدأ ان انا احدده بالشكل ده وكليكي مين وقوله ديتش اوديو او ان انا بضغط ctrl و alt و d ببدأ ان انا اعمل بالشكل ده على طول بيفصلي الصوت بيبقى فيه تراك لوحده وبقدر ان انا اعمله delete بقدر ان انا click main واقول له delete بيتحزف معايا بالشكل ده فبيفضل معايا صوت تراك المزيكة اللي انا حطيته لو عاوز اشغل بضغط على play هنا بلقيه بيشتغل معايا بالشكل ده دي بقى ان دلوقتي عرفت ازاي اعمل import عرفت ازاي ان انا انزل الملفات بتاعتي على timeline تعالوا نروح على اللي بعده تاني قايمة عندي هنا وهي audio دي مجموعة من تراكات الصوت اللي تقدر تستخدمها بس ما بنصحش بيها فابعدوا عن الموضوع ده علشان لو انت على يوتيوب ابعد عن حقوق ملكية تالت حاجة عندي وهي title او الكتابات طبعا اي حاجة من دول بضغط عليها بالشكل ده ضغطة واحدة بيعملك هنا تقوله play بيعملك review للشكل مثلا الشكل ده بضغط play بلاقيه ده شكل review بتاعه طيب لو انا عايز اسحب بقى title ده على الفيديو عنديه ببدأ ان انا اسحبه بالشكل ده وبحطه فوق الفيديو خلوا بالكم من ترتيب التراكات حصوصا موضوع تراك الكتابة لان دلوقتي انا لو رفعت الفيديو فوق ايه هيختفي من عندي علشان الترتيب فلازم تراك الكتابة فوق تراك الفيديو بيكون بالشكل ده لما باجي اشغل بلاقيها بالشكل ده طيب خلينا بقى نعدل على التايتل ده ضغط click عليه بيفتح لك الاعدادات بتاعته بقدر من هنا اعمل مسلا طبعا البرنامج بيكتب عربي بقدر ان انا اكتب عربي بالشكل اللي انتو شايفينه ده بس انا مش هكتب عربي مصطفى مكرم تيفي وهنا فوق اكتب ام اس اي جي ال كان كام ده كان خمسة وستين بيني مش هعرف انه ام اس اي جئلاتهم جدير بزرح خمسة وستين ولا ستة وستين خمسة وستين خمسة وستين بالشكل ده فع لما هاجي اشغل هيبقى بالمنزر اللي قدامي ده طبعا بقى بتقدر انك تختار طبعا بعد متخلص تقولي اوكي طبعا بقى بتقدر انك تختار يعني مسلا لو انا حزفت ده بقدر ان انا اختار بين كل الاشكال اللي موجودة عندي دي بتقدر انك تروح تشتري الاشكال اكتر من الويب سايت بتاعهم يعني بمبالغ برضو اي مش كتير اويا فبتختار اي شكل انت عايزو علشان تشتغل بي وليكن مسلا ممكن اخد دي ممكن اعطها هنا لو انت بتعمل فيديو مسلا جيمينج انا شايف دي شكلها هيبقى لطيف اوي هنا طبعا دبل كليك وتروح تعدل هنا اللي انت هتعدله هيبقى بالمنزر ده وهينزل هنا طيب دلوقتي اقول له اوكي يبقى انا دلوقتي عرفت التايتل او الكتابة بتتعمل ازاي عن طريق القايمة دي او البانل دي بعد كده الترانزيشن دلوقتي انا عايز اعمل مؤسر انتقالي بين فيديو وفيديو مسلا لو رجعت للبانل خاصة بميديا وببدأ ان انا اسحبها بالشكل ده انا عندي فيديو اول وفيديو تاني لما باجي اشغل هنا واقول له play شايفين قطع ازاي فانا عايز احط الترانزيشن او مؤسر انتقالي بروح ليه البانل دي كل دي مؤسرات انتقالية بتبدأ انك تستخدمها وطبعا عايز تشوف اي تأثير فيهم زي ما قلتلكم بتبدأ انك تضغط عليه بالشكل ده ضغطة واحدة مش على علامة زائد لان لو ضغطت على زائد حينزللي على التراغ وبعد كده بتغط play بيجيب لك شكل التأثير يعني ممكن انا احط ده هنا فلما هشغل حلقيه بقى بالشكل ده لازم المؤسر الانتقالي يكون بين فيديوهين جميل دي المؤسرات الانتقالية تعالوا نحزف الفيديو التاني ونروح على البانل اللي بعدها وهي او دي افكتات بتقدر انك تضيفها على الفيديو بتاعك مثلا تعالوا نجيب ده هنا مثلا بتبدأ انك تشوف مثلا ده اولد فيديو ممكن انك تختار الستايل اللي هو الفيديوهات القديمة هنا ستايل الجليتش اللي انا بحبه بالشكل ده ضغط بلاي او الستايل ده يعني بتختار الشكل اللي يعجبك مثلا ده كمان بيكون بالشكل ده كل انت بتعمله بتبدأ انك تسحبه على الفيديو بتاعك على طول بيكون شكله كده او ممكن انت بقى ايه طواب تجرب مثلا الاشكال اللي عندك دي تشوف مثلا بالشكل ده هو بيديك مجموعة من اللي تقدر انك تستخدمها اهم حاجة انك تكون عارف ان هي بتتحط فوق الفيديو الاساسي بتاعك دي نقطة مهمة لازم تخلوا بالكم منها فيم هنا مجموعة من هتلاقي عليها علامة سهم ده الداونلود كل انت بتعمله بتضبط بس على علامة البلاس على طول بيعمل داونلود مباشر من الويب سايت علشان تشتغل معاك بعد ما بيتحمل معاك بينزل خلي بالك بينزل فيه التراك اللي تحت هتضطر انك ترفعه لفوق بالشكل ده فبيكون بالشكل ده او التأثير طب فيه نقطة انا دلوقتي التأثير جيت اشغاله اوكي طب انا عايزه يكمل معايا في الفيديو كل انت بتعمله انك بتسحبه على طول الفيديو انت عايزه شوف انت عايزه يكمل معاك لحد فين فبتسحبه بمساحة الجزء اللي انت عايز تعمله عليه نروح على اللي بعده هو الاليمنت الاليمنت دي مجموعة من الحاجات الكارتونية الاشكال اللي ممكن تستخدمها طبعا في الاصدارات الجديدة بدأ ان هما يحركوا الاليمنت دي مثلا لو خدنا الشكل ده وضغط بلاي هيبقى بالمنظر ده طبعا لما بضغط عليها كده او بضغط عليها هنا على الشاشة بقدر ان انا اصغر حجمها بالشكل ده اقدر ان انا الفها برضو بالشكل ده اقدر ان انا انزل منها واحدة كمان فوقيها مثلا احطها في مكان تاني مثلا يعني ممكن اخليها بالشكل ده بحيس لما اجي اشغل الفيديو يظهروا عندي الاتنين بالشكل اللي انتو شايفيني ده عندك طبعا علامة اللايك الشهيرة بس ارفعها فوق نفس الكلام تطلع طبعا هي الكواليت هنا ضعيف بس لما تيجي تعمل رندر في النهاية هتلاقي الامور زبطة معاك بشكل افضل ممكن انك تحط اللايك هنا وبتكون معايا في النهاية بالشكل اللي احنا شايفينه ده بتقدر تسحب اي شكل انت عايزه بالشكل ده وبتتحكم في حجمه بكل سهولة يعني مسلا لو في شخص قاعد هنا وحابب انك تلبسه التاج ده فبتا يبدأ انك تزبطها بقى على الفيديو بتاعك بالشكل ده ببدأ ان انا احزف دول ونروح على اخر حاجة وهي دي من خلالها بقدر ان انا اقسم شاشة العرض بتاعي اللي اكتر يعني مسلا لو انا عايز اضيف اكتر من فيديو مسلا باخد دي بالشكل ده طبعا بنقل فوقها هنا هنا شاشة واحد بضغط عليها بالشكل ده اقدر ان انا اسحب الفيديو جواها هنا عندي الشاشة التانية اقدر ان انا امسك الفيديو كده وابدأ ان انا اسحبه جواها والشاشة التالتة نفس الكلام بسحب الفيديو وحطه جواها طب لما باجي بقى ان انا اشغل بتاعي بابدأ ان انا اشغل بالشكل ده اقدر بقى ان انا اتحكم في الفيديو نفس وادر ان انا اكبر واسغر بالشكل ده اقدر ان انا احرك جزء من الفيديو مثلا بالشكل ده تمام بقدر انا اكبر واسغر ولما بضغط علي ايكون دي طبعا هنا بقدر ان انا اكتم الصوت يعني لو الفيديو ده في صوت بقدر ان انا اكتم الصوت علشان ما يطلعش معي في الفيديو بتاعي بقدر ان انا اضغط على الخيار ده بيدخلك على اكتر او امكانيات اكتر بحيس مسلا انا مش عايز بداية الفيديو بتاعتي من هنا فمسلا ده الفيديو التالت بتاعي فببدأ مسلا ان انا عايزه من اول هنا مسلا ببدأ ان انا اقصر بالشكل ده واقول له اوكي فلما بروح بقى في الاول وابدأ ان انا اشغل الفيديو بلاقيه بالشكل ده على طول بيبدأ يتحرك معي كده طب ليه بقى رجع تاني للفيديو الاساسي لان زي ما قلتلكم انت شوف مدة البقاء بتاعته قد ايه فبتبدأ انك تزود بس خلي بالك علشان لو في فيديو خلص منهم زي ده دلوقتي هيبدأ ان هو يفصل معاك بالشكل ده هيبقى مكانه فاضي فخلي بالكم النقطة دي انت تشوف فين نهاية الفيديو مسلا لحد هنا فبصغل لحد هنا وبس وقلو اوكي هنا وقلو بلاي بيبقى بالشكل الجميل ده طبعا بتختار اي شكل انت عجبك من الاشكال دي تعالوا بقى نشتغل على الفيديو شوية طبعا اي تراك بنزله هنا عندي على الطايم لاين لما بضغط عليه في مجموعة من الابشن الموجودة هنا هنا بقدر ان انا اعمل كروب للفيديو بمعنى ان انا ممكن اروح هنا على الكورنر مسلا اخليه بالشكل ده وبقول له اوكي بصه هنا اللي هيحصل هيبدأ ان هو يعمل لي كروب او بقص جزء من الفيديو باضغط عليه تاني بالشكل ده وبقول له علشان يرجع تاني مكانه والخيار اللي بعده هنا ده الاسبيد اللي انا من خلاله بقدر ان انا اتحكم فيه سرعة الفيديو حابب ان انا اسرع فيديو او ان انا ابطق فيديو حابب ان انا اعمل فريز يعني مسلا حابب ان انا اسبط لقطة لمدة معينة مسلا اي وليكن لقطة زي دي كده مسلا بروح هنا وبقول له فريز فهو هنا بيبدأ ان هو يجمد لي الحركة زي ما انتم شايفين ببدأ ان انا اشغل كده تعالوا شوفو بيبدأ ان هو يجمد لي شفتو بيبدأ ان هو يجمد لي الحركة طبعا بقدر ان انا ازود المدة دي او اقدر ان انا اصغرها حسب ما انت عايز تعمل في الفيديو بتاعك برجع بقى كنترول زد تاني انشان انا مش عايز الفريز برجع تاني على الفيديو بتاعي بلاقي فيه هنا عندي الجزء الخاص بالcolor ال color correction والcolor grading واللي بعدها الخاصة بال green screen والجزء اللي بعده دي البروبرتس كل ده ممكن ان انا اختصره ان انا ضغط double click هنا على الملف بتاعي بلاقي فيه هنا عندي الفيديو وهنا عندي ال color وهنا عندي الموشن لو انا حبيت ان الفيديو يتحرك باي شكل انا عايزه كل دي اشكال لما بتقف عليه كده مسلا ايه باجي اشغل بلاقيه بقى بالشكل ده فانت بتختار اي شكل انت عايزه لو انت مش عايز خالص بتختار تعالوا بقى نخش على البروبرتس بتاعت الملف بتاعي طبعا انا ضغط على double click على الفيديو نفس الكلام مع الصوت double click double click مع الصوت هيبدأ يديك الاعدادات بتاعت الصوت اللي هو تقدر انك تعمل feed in او لما تيجي يخش الصوت يبدأ يخش بشكل انعم تعالوا نرجع من الاول هنا بالشكل ده شايفين الصوت بقى فيه curve ازاي كل ما انا بغير هنا الكيرف بتاعي بيزيد وبيقل هنا feed in وهنا feed out اللي هو اخر الفيديو فلما باجي اشغل بالشكل ده وقلو play بلاقيه بيبدأ يطلع بنعومة كده وبعد كده بيبدأ الصوت بتاعي يشتغل بشكل طبيعي كمان من الحاجات الحلوة انك لو انت بتسجل فيديو وانت بتتكلم مثلا فيه صوت في background فلما بتعمل remove background noise بتقدر انك من خلالها انك تشيل ال noise او لو فيه اي وش في background بتاع الصوت كل ده بيتشال طبعا بتقعد بقى تجرب حسب الصوت اللي انت مسجله بتقدر تختارها ضعيفة او الفيديو بتاعك دي دي اعدادات الصوت مفوش حاجات كتيرة اما بقى بالنسبة لاعدادات الفيديو double click بلاقي في عندي فوق ال transform دي بقدر من خلال ان انا اعمل rotate للفيديو طبعا هنا بعمل reset او علشان يرجع اقدر ان انا اعمل flip او اقلب الفيديو يمين شمال فوق تحت اقدر ان ان انا اعمل scale اكبر واصغر كانت بتجيلي شكاوي زمان ان ساعات بيصور فيديو ويبقى فيه اجزاء سودة من الجنب بكل بساطة هتبدأ انك تكبر الفيديو بالشكل ده خلواني ارجع ال reset هنا البوزيشن مسلا انا حابب ارفع الفيديو او اخليه مين وشمال فبدأ انك تتحكم من البوزيشن الاكس والواي والكمبوزيشن اللي هو ال blend mode الناس اللي شغالة على ادوبي فوتشوب مثلا لو انا عندي وليكن عندي فيديو زي ناخد ده عشان يكون مختلف وحطيته هنا دبل كليك عليه وروحت هنا على الكمبوزيشن علمت عليه كده وقلت له مثلا خليه لي multiply فبيبدأ ان هو يدمج لي الفيديوهين مع بعض خليه screen فبيبدأ ان هو يدمجهم بالشكل اللي احنا شايفينه ده تعالوا نشوف حاجه اوضح شوية يعني الصفت مسلا ايه هو دلوقتي دامج الاثنين مع بعض يعني انا دلوقتي لو روحت هنا وشلت العين بالشكل ده شايفين هو دامج الاثنين مع بعض بتقدر انك تعمل ده على الفيديو زي ما بنقدر ان احنا نعمله على الفوتشوب طبعا كمان بتقدر انك تتحكم في بتاعت الفيديو اللي انت بتعمله بلندنج مع الفيديو الاساسي بالشكل ده تعالوا بقى نحزف ده كده ونرجع للفيديو الخيار اللي بعده اللي هو الاستبلايزيشن لو انت مصور فيديو وانت ماشي والفيديو في حركة ايدك او في حركة وانت ماشي بتضغط analyze بيبدأ انه هو يحاول قدر الامكان انه هو يشلك الحركة دي بس في نفس الوقت بيبدأ انه هو يقصلك من الفيديو يعني هيبقى فيه crop في الفيديو الخيار اللي بعده اللي هو ال green screen اللي هو الخيار ده هو نفسه الايكون اللي موجودة هنا دي مسلا لو رجعنا وجبنا فيديو مسلا في green screen زي دي انا عندي فيديو ده وفيه هنا green screen بكل بساطة دابل كليك عليه هروح على ال green screen هاخد الاي دروبر دي اول حاجة ان نعلم هنا وبقى ان ناخد الاي دروبر او هو already على طول بيشيلها هو بيتعرف فين ال green screen وبيبدأ ان هو هيشيلها مشكلة ال green screen ان هي لو انت مش منور صح يعني انت مزابط الاضاءة بتاعتك في التصوير هتتعبك جدا في موضوع التفريغ على اي برنامج مونتاج فاهم حاجة في green screen انك تزبط الاضاءة والضل فدلوقتي هو حزف ده وعلى طول جاب لي الفيديو اللي تحته فانا لو بدأت ان انا اشغل بالشكل ده هو جاب لي دلوقتي الفيديو ده اقدر ان انا اروح بقى على الفيديو الاساسي بتاعي واروح فوق على ال scale ابدأ ان انا اصغرها بالشكل ده وابدأ بقى ان انا اتحكم في ال position بتاعي ارفع لفوق فبتبدأ انك تكبر بالشكل اللي احنا شايفينه ده وبتيجي تشغل طبعا هو لسه بيعمل render بالشكل ده بقدر ان انا اشيل او افرغ ال green screen تعالوا نحزف ده ونروح على الخيار اللي بعده دي في التصوير لو انت مسلا بتصور بالجوبرو مسلا بالكاميرات بيبقى فيها حاجة اسمها distortion او تشوه في العدسة فهو بيعالج الموضوع ده هنا كمان عندي ال drop shadow بقدر ان انا اعمل drop shadow او بقدر ان انا اعمل ضل يعني كل دي خيارات عادية يعني بعد كده بقول له اوكي يبقى انا دلوقتي خلصت الترانسفورم double back click تاني هروح فوق على الاخر حاجة وهي color color من الحاجات المهمة جدا وهي تلوين الفيديو فمثلا هنا عندي الجزء الخاص بال white balance اللي هو لو انت مصور مثلا وفيه لمبة صفرة انت مستخدمها فحتلاقي الفيديو بتاعك ميل للون الاصفر فبتبدأ انك تميلها ال temperature كده بيميل للون الازرق زي ما هنشوف بالشكل ده والعكس هيميل للون الاصفر فبتبدأ من خلال التول دي انك تبدأ تشتغل عليها مثلا تقدر ترفع ال contrast شوية بتاع الفيديو عندي اقدر ارفع ال saturation اقدر ارفع ال brightness بحيس يبقى الفيديو في بهج كده او يبقى مبهج مثلا لو انا شلت التون ده قبل وبعد يعني هي لمسات بسيطة بتفرق في الشكل مثلا بيبقى بالشكل ده وكمان من الحاجات الجميلة اللي هي 3d lot انك تقدر تستخدم اللوت الجهزة بالشكل ده تقدر انك تقلب وتختار لوت معينة او preset جهزة تقدر انك تستخدمها مع البرنامج مثلا دي انا شايفها لطيفة مش وحشة فببدأ ان انا اشغل بالشكل ده بيبقى الفيديو عندي كده ممكن بقى اضغط هنا على advanced بيدخلك على تفاصيل اكتر لو انت حابب بقى ايه تتعمق شوية في موضوع ال color correction او تعديل الالوان كمان بيديك ال preset بشكل اوضح بحيث مثلا ايه ممكن تاخد ده تاخد ده بتبدأ انك تجرب في الكلام ده كله وتقدر انك تروح على adjustment انا تعالوا نختار حاجة كويسة مثلا حاجة شبه ده بروح بقى هنا على adjust وببدأ ان انا اعدل على الحاجات دي فبروح هنا على color مثلا اقدر ان انا ارفع exposure زيادة او اعنور الفيديو زيادة او اقل الاضاءة في الفيديو فبتبدأ انك تتعامل بقى مع كل الحاجات اللي موجودة عندك دي كل دي برامتر بتقدر انك تتعامل بيها بعد ما بتخلص بتقول له اوكي هي دي اغلب الحاجات اللي انت هتحتاجها كراجل عايز تعمل منتاج للفيديو بشكل بسيط طيب اخر حاجة بقى كمان برضه عشان بتسئل عليها موضوع اللوجو انا مسلا عندي اللوجو بتاعي حابب ان انا احطه على الفيديو فبحطه بالشكل ده بضغط عليه على الشاشة ممكن انا اصغر حجمه بالشكل ده كده ضبل كليك عليه علشان اخش على الاادادات بتاعتي هروح هنا على الكمبوز بابدأ ان انا اقلل الشفافية بتاعته شوية وقول له اوكي يبقى انا دلوقتي حطيت اللوجو بس لما باجي اشغل شوية وبيختفي نفس الكلام بابدأ ان انا احدده كده على التايم لاين وابدأ ان انا اسحابه واكبره بطول الفيديو لازم يكون بطول الفيديو علشان يفضل ظاهر معايا في البروفيو بعد ما بخلص بقول له اكسبورت بابدأ ان انا اضغط على اكسبورت هنا علشان اطلع الفيديو النهائي بتاعي البرنامج ميديك اكتر من خيار بتقدر انك تطلع على اللوكل اللي هو على الجهاز الكمبيوتر نفسه هنا على ديفايس تقدر انك على ايفون على ايباد هنا على يوتيوب بتقدر انك تكتب اعداداتك يعني بتخش باكاونت اليوتيوب بتعمل ساين ان تقدر انك تكتب تايتل الديسكريبشن كل حاجة فهو هيعمل اكسبورت وهيرفع على يوتيوب مباشر ونفس الكلام على فيميو وكمان بقدر ان انا اعمل ديفي دي للفيديو تحط ديفي دي عندك وديركت بيعمل اكسبورت وينسخ على الدي فيدي مثلا لو انا هشتغل على اللوكل او انا عايز الفيديو محفوظ على الكمبيوتر بابدع ان انا اختار الفورمات بتاعي طبعا من احسن الفورمات الامبي فور و الموف بس لو انت هترفعه على يوتيوب فاختار امبي فور بتبقى كويسة هنا عندي النيم بتاع الفيديو مصطفى تست مثلا وهنا بيقولك انت عايز تحفظ الفيديو فين انا هنا حافظه على الديسكتوب عامل له حاجه اسمه نيو فولدر وهنا عندي الريزيليوشن او السيتنج انا اول ما اشتغلت سحبت الفيديو بتاعي فهو خد اعدادات الفيديو اللي انا مصور بيها او لو انت عايز تغيره بتضط على السيتنج طبعا الانكودر عندي بختار او الريدي هي بتبقى موجودة فخلي ده لانه ده بيديك كوالتي عالي وفي نفس الوقت بيديك حجم قليل طبعا الكوالتي اهم حاجه انه هو يبقى على بست هو مختار لك الحاجات اللي انت محتاجها طبعا في خيار هنا اللي هو انيبل جيبيو علشان يستخدم كارت الشاشة في عملية الرندر علشان لو انت كارت شاشة عندك قوي فده بيكون افضل ليك وبعد كده ببدأ ان انا اقوله اكسبورت بيبدأ انه هو يحمل قدامي بالشكل ده ده الطايمر بتاعي لو انت عايز توقفه بتضغط هنا لو انت عايز تكنسله بتضغط هنا وهنا لو انت عايز يعمل صوت بعد ما يخلص او عايزه يقفل الكمبيوتر يعني مثلا لو انت خلص فيديو بالليل وعايز تنام بتقوله او دو ناسنج يعني مش هيعمل حاجه انما دلوقتي بعد ما بيخلص هيبدأ يديني صوت علشان اعرف انه هو خلص طبعا زمان في الاصدارات القديمة المفروض على كلامهم ان هما اللوجو بتاعهم في النسخ التجربية كان بيبقى لطعة في نص الشاشة فالمفروض ان هما صغروه في الفيرجن ده فانا بصراحة انا ما جربتوش فانتوا جربوا وبقولوا ليه لحد انا وصلنا لنهاية الفيديو بتاعنا ان شاء الله الفيديو يكون سهل و بسيط مع الناس اللي لسه بتشتغل مع برنامج لأول مرة في الختم سبحانه الله و بحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك و اعتوب اليه